الأرض اللي اتبوارت أو اتبنى عليها لو أنا هديت المبنى اللي عليها ده ينفع عيدة اصلاحة وزرعاتها هرد على ما عليك وحدة وحدة بحيث المشاهد توكل على الله يكون يستفاد من الحلقة وخاصة الجمهور العريض اللي هو خاص بيوسف بيل حسين الله يخليك اللي هو بتعد حاليا من ضمن الخطوات أو الأدوات اللي هي المشاركة المجتمعية ومشاركة المجتمع في الحفاظ على الركعة الزراعية أول شيء تم وضع دوابط وخطط تبقى لتوجهات معالي الوزير وبالتنسيق مع رئيس قطاع الخدمات تم وضع خطط لمنع التعدي على الركعة الزراعية وبطريقة هدفها الأول شيء نمرة واحد مشاركة كافة أجهز الدولة في الحفاظ على الركعة الزراعية وليس أجهز الزراع فقط نمرة اتنين مشاركة المجتمع كله نمرة تلاتة بطريقة بطريقة بنسميها القوة النعمة اللي هي تمنع أو تقلل احتكاك مع الأمن مع المتعدي وبالتالي اتعملت خطة بنسميها لجان المنع نشكر القيادة السياسية ونشكر دولة رئيس مجلس الوزراء اللي وطد هذا بصدور القرار دولة رئيس مجلس الوزراء 533 لسنة 22 اللي هو الخاص بلجان المنع اللي ترتب عليه قرارات السادة المحافظين بتشكيل لجان المنع على مستوى المحافظات اللي تشاقب بهذه اللجان من القاعدة لجان من القاعدة حتى القمة في المحافظة هدف هذه اللجان منع التعدي على الركعة الزراعية وليس التعامل بعد التعدي منع التعدي وبالتالي بيمنع الجرم قبل وقوعه للحفاظ على الركعة الزراعية وبالتالي بتقلل الاحتكاك مع المواطن وبالتالي ما يشكلش أزمة واحتكاك الدولة مع المواطن اللي هي هدف الدولة حفاظ على الركعة الزراعية والحفاظ على الركعة الزراعية من المتعدي نفسه أي بتحفظ الركعة الزراعية من صاحب الركعة الزراعية لهدف أن الركعة الزراعية هي مغزون أو رصيد الأجيال القادمة التي تمثل الأمن القوم المصري الذي ينعكس على الأمن القومي والهزائي